هذه أبرز العنوين القنازة المغربية يوب الكعبية يضع اسما في قائمة أفضل هدافية العالم لعام 2024 بعد تألقه مع نادي أولمبياكوس اليونانية وليد الرجريكي يفجأ الجمهور المغربية ويقرر استعادة هذا اللعب إلى لائحة المنتخب المغربية أشرف حكيمي نادي باريسان جرمان ينهي من تجهيز عقده من أجل تجديد انضمامها إلى النادي الباريسي النجم المغربي إبراهيم دياز يكشف عن حلمه وما يضمح إليه رفقة المنتخبة المغربية وهذا ما قالها قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك معنا في القناة وتفعل جل الجرس باشي وصلك دائما أخبار المغرب أدرج الإتحاد الدولي للتاريخ والإحصائيات الدولية المغربية يوبا الكعبي ضمن أفضل الهدفين لعام 2024 في العالم من فاتح يناير حتى الـ 31 أكتوبر الماضيين حل أيوبا الكعبي في المركز السابع برصيد 34 هدفا حتى نهاية أكتوبر سجل لصالح النادي أولمبياكوس اليوناني منها 16 هدفا في الدورية المحلية اليوناني و14 هدفا في المسابقة الدوري الرسمية للأندية ثم 4 أهداف مع المنتخبة المغربية يتصدر القائمة المكونة من 56 لاعبا اللاعب السويدي فيكتور جيكريس بـ 50 هدفا يليه النجم النيجيري هاريكين نجم مانشيس سيرسيتي إيرلينغ هالاندا برصيد 40 هدفا لكل منه الماء يواصل الكعبي تهديفا مع ناديه ننبياكوس اليوناني في الموسم الجديد حيث إنهالت عليه الصحف اليونانية بثناء معتبرا أنه يستحق كل الأدوار دفع له من أجل تجديد عقدها نظر الأداء الهجومي الكبير الذي يقدمه مع النادي سجل الكعبي تسعة أهداف مع أولمبياكوس في مختلف المسابقات هذا الموسم مع مساهمته بتميرتين حاسمتين كشف الاتحاد الدولي بتجميع الإحصائية والأرقام عن تصدر يوبا الكعبي مهاجم المنتخب الوطني المغربي ولادي أولمبياكوس اليونانية بـ 18 هدفا لجدول ترتيب أفضل هدفي لعام سنة 2024 في العالم في تصنيف قام خلاله باحتساب هدف اللاعبين مع المنتخبات الوطنية ومسابقة القرية الكبرى في الفترة ما بين فاتح يناير وال31 أكتوبر 2024 الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للتاريخ رشح أيضا أن الحسين عموتا مدرب الجزيرة الإماراتي الحالي ومنتخب الأردن سابقا لجائزة أفضل مدرب لمنتخبات الوطنية في قائمة تنافس فيها عشرون مدربا يتقدمهم المدرب الإسباني لويز ديلافوينتي ومدرب الأرجنتين لويليون سكانوني إلى جانب ثلاثة من المدربين العالميين تشير المؤشرات إلى أن الناخب الوطني وليد الرجرقية قد قرر إعادة الجناح الموهوم زكرياء أبو خلال إلى التشكيلة المنتخب الوطني المغنبي لكرة القدم تأتي هذه القرارات بعد غياب طويل عن القائمة الوطنية استمرت لمدة سنة كاملة منذ مباراة الودية ماما بوركينا فاصو في ثبتمبر 2023 من المتوقع أن يكون أبو خلال البديل الرئيسي ليامين عدلي في قائمة نهائية التي ستخوض مبارتين الجابون والإستوطو ضمن تصفية كاسيوم من إفريقيا المغرب 2025 يأتي هذا الاختيار بناء على المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب المغربي زكرياء أبو خلال مع فريقه تولوز الفرنسي حيث سجل أربعة هداف وقدم تميرة حاسمة في آخر ثلاث مباريات ويعتبر عودة زكرياء أبو خلال إلى المتخب الوطني المغربي بمثابة خبر صار لعشاق الكرة القدم المغربية خاصة بعد استعادة اللاعب بريقه بعد الإصابة القوية التي كان قد تعرض لها في سنة الماضية خلال مباراته أمام سنجل وزا البلجيكي بالدورية الأوروبية من المقرر أن يعلن النخب الوطني وليد الرجاجية عن القائمة النهائية للمشاركة يوم الخميس المقبل بمركب محمد السادس لكرة القدم حيث سيكتشف عن أسماء التي ستدافع عن ألوان المنتخب المغربية وعن ألوان التي ستغادر اللائحة بعدما كانت حاضرة في مباراة إفريقيا الوسطى أنهى مسؤولون لباريسان جرمان الفرنسي لكرة القدم كل التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد المقرر تقديمه إلى الدولية المغربية الشرف حكيمي على أمل تمديد مقامه في العاصمة الفرنسية قطع الطريق على حدد من الأندي الكبرى بالقارة العجوزة أبرز هاريا مضيط الإسباني ومنشيسترسيج الإنجليزية كما أكدت الصحافية الإيطالي فابريز رومان المتخصص في أخبار الانتقالات الأمر في تدوين عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي إكس جاء فيها عقد الشرف حكيمي الجديد مع نادي بايسان جرمان جاهز تقريبا النادي والمدرب سعيدان بها هذا في الوقت الذي اختير فيه الدولي المغربي لما تشكيل المثالي للأفضل اللاعبين في الدوريات الخمس الكبرى لشهر أكتوبر الماضي وفقا لمنصة سوفا سكور المتخصصة في تقييم اللاعبين حيث حصل شرف حكيمي على تقييم 7.95 بعدما قدم أداء مميزا مع النادي الباريسي خلال الشهر الماضي أعرب النجمري الماضي للإسباني والمتخب المغربي إبراهيم ديازة عن طموحه الكبير في تحقيق إنجازات مع أصود الأطلس مؤكدا حلمه بكتابة التاريخ الجديد مع المنتخب المغربي وحرز الألقاب التي تطلع إليها الشعب المغربي في حديث حصري مع وكالة المغرب العربية للأنباء من داخل مركز تدريبات ريال مضريد شار دياز إلى أنه يشعر بالإمتنان للمنتخب المغربي ولإفريقيا ككل وذلك نظير الحب والايتمام الذي تلقاهما منذ التحاقه بمنتخب المغربي أوضح دياز أن اللعب لمنتخب المغربي هو مصدر فخر له ولأسرته مضيفا أن اللعب مع منتخب كبير يحمل مستقبا واعدا ويجعله فخورا ويحفزه لتقديم أفضل ما لديها عن تجربته مع منتخب المغرب قال ديازة إنه تأقلم سريعا مع الأجواء حيث شعر بالروح العائلة داخل الفريق الوطني منذ اليوم الأولى وتوجه دياز بالشكر إلى الجماهير المغربية التي تدعمه ودائما مستمر معها مؤكدا استعداده الكامل لبذل أقصى جهوده لتحقيق الانتصارات التي ترضاهها عشاق وصول الأطلس من أجل إدخال الفرحة على قلوبهم